أهزائي مشاهدي القناة أرحب بكم في كل مكان وأتمنى أن تكون على تواصل معنا دائماً نحن سعداء في هذا البرنامج على سماء ملاحظاتكم الجميع في هذه القناة وفي فريق العمل أيضاً وأنا دائماً نهتم بآراكم وملاحظاتكم سواء وجهة نظر نقدية سواء وجهة نظر تشجيعية ملاحظاتكم هي مرشد أن تساعدنا على الاستمرارية بحيث أني نلبي حاجة المشاهدين المعرفية والروحية والخلاصية حلقة اليوم سوف تتناول موضوعاً يخص تناول الطعام طبعاً المسلمون لديهم منظومة من الطعام اسمه الحلال الطعام الحلال وهذه المنظومة ليست منظومة غريبة بمعنى هذه المنظومة مقتبسة من نظام طعام السابق سوف نتحدث عنده في هذه الحلقة هو نظام طعام الحلال أو نظام الكاشير في العقيدة اليهودية يخضع تناول الطعام في اليهودين لنظام يسمى كاشير وتعني كاشير ملائم موافق أو صالح للأكل إذن نظام الكاشير هو النظام أو الطعام الموافق للشريعة اليهودية توجد قيود مختلفة في اليهودية على أنواع الطعام وهذه القيود تحدد ما هو الكاشير وما هو الطعام الذي غير مناسب الطعام أو طعام غير كاشير قد يسأل المشاهد ما هي المعايير أو الخطوط التي تحدد هذا الطعام صالحاً أو غير صالح أو كاشير أو ليس كاشير حسب الاعتقاد اليهودي بعض أنواع الحيوانات صالحة للأكل وبعضها ليست صالحة بينما البيض والحليب أيضاً للحيوانات الصالح للأكل بيضها وحليبها صالح للأكل إذن كل شيء صالح من الحيوانات ما يخرج منه سواء بيض أو حليب هو صالح وما هو محرم محرم أيضاً ما ينتجه الأمر الآخر في المنظومة الدينية اليهودية عندما يستخدم الشخص في طبق اللحم يجب أن يستخدم إناء خاص في اللحوم ويستخدم أواني خاصة بالألبان وعندما يأكل شخصاً لحماً أو لبناً فيجب أن ينتظر وقتاً بينهما بمعنى القانون اليهودي يقول لا يجوز للشخص أن يأكل لحم بنفس الوقت أحد مشتقات الحليب عليه أن يكون بينهما فاصل أولاً والأمر الثاني الحيوانات التي تأكل لحمها يجب أن تخضع لقواعد خاصة بالذبح يرى المسلمون أيضاً أن لديهم قاعدة الذبح الحلال وهذه بطريقة من الطرق هي استمرار أو اقتباس من موظومة ذبح سابقة موجودة في اليهودية خاصة بالذبح هذا النظام الذبح في اليهودية يسمى الشخيطة فإذا كل لحم في اليهودية حتى يكون صالح للأكل يجب أن يخضع لنظام خاص بالذبح بخصوص الفواكه والخضار والحبوب فهي كلها مباحة في اليهودية ولكن يجب التأكد من أنها خالية من الحشرات أن وجدت حشرات في تلك الأشياء الفواكه أو الخضار أو الحبوب فتصبح غير مباحة الخمر وعصير العنب هو أيضاً مباح ولكن يجب أن يخضع لشروط إنتاج معينة حتى يكون ملائماً أو موافقاً لنظام الطعام في اليهودية يجب أن يخضع لجملة شروط أيضاً لهذا السبب عندما يشتري الشخص طعام محضر في مطاعم أو طعام محضر في مؤسسات ويباع في المحلات أو في السوبرماركت فيجب أن يكون خاضع لإشراق من لجنة خاصة من الرجال الدين بمعنى هذا الطعام يجب أن يصادق عليه على أنه كاشير هذا أيضاً ما نجوه عند المسلمين عندما ينظر إلى علبة الطعام ليجد إن كان مكتوب عليها كلمة حلال أم لا في اليهودية أيضاً بعض الأطعمة حتى الشخص يشتريها يجب أن يكون عليها مصادقة بأن خضعت للتحضير وفق نظام الكاشير اليهودي في الحقيقة هذا النظام ليس ابتكار من الأحبار ولكن هو يعود بأصوله إلى النصوص الكتابية فالكتاب المقدس في سفر اللوين وفي سفر التثنية حدد شروط الطعام أو الحيوانات الصالحة للأكل والحيوانات غير الصالحة للأكل ثم قام المشنة والتلمود في تقديم الاجتهادات الفقهية الخاصة في موضوع الطعام طب الشخص الأول طيب نحن بالإجمال يعرف أنه يوجد حيوانات صالحة للطعام أو كاشير وحيوانات لا فما هي الحيوانات الصالحة للطعام عندما نقارن نلاحظ أحياناً تطابق مع المنظومة الإسلامية وأحياناً لا يوجد تطابق فالتبرات يتحدث عن الحيوانات التالية يقول بخصوص الثديات يقول يوجد شرطين لاعتبار الحيوان الثدي إنه صالح للأكل أو كاشير أولاً أن يحوز على حوافر مشقوقة وأن يكون هذا الحيوان مما يشتر بناء على سفر اللوين ودعش وثلاثة مثال الخراف، البقر، الماعز هذه تنطبق عليها معيير سفر اللوين فهذه يجوز أكلها في اليهودية بينما الخنازير، الأرانب، الدببة، الكلاب، القطط، الجمال الأحصنة، السناجب، فليست بكاشر هنا نلاحظ يوجد نوع من التطابق ويوجد نوع من التخالف بعض الحيوانات يأكلها المسلمون مثل الجمال الطيور، حيوانات الكاشير أو المقبولة هي حيوانات المعرفة بالداجنة الدجاج والبط والديك الرومي والحمام بينما اللوويين إداعش يتحدث عن طيور لا يجوز أكلها تعتبر ليست بكاشير وهي الطيور المفترسة وأكليات الجيال الأسماك أيضا يوجد أنواع محسوبة كاشير إن كانت لها الزعانف أو حراشف أو مثل السماك السلمون والتونة والرنجة ويوجد حيوانات محرمة مثل جراد البحر، المحار أيضا منظومة ما يدب على الأرض الزوحف والديدين والحشرات محرمة باستثناء بعض أنواع الجراد قلنا أن حتى يتم اعتبار اللحم لحم الصالح فيجب أن يخضع لنظام الذبح يسمى شخيتة هذا النظام يجب أن يكون سكينة خاصة تتمتع بحادة جدا إلى شروط معينة يستخدمها الصانع أو اللحم اليهودي في تحضير اللحم الخاص والتفصيل موجود أيضا في المشنة وتلموت تفاصيل هذا طريقة الزبح الأمر الآخر أن الحيوانات طبعا بعد الزبح يجب أن يخضع لمعاينة للتأكد أن هذا الحيوان ليس مريضا إن كان هذا الحيوان يظهر بعد الزبح أنه كان مريضا فلا يجوز أكله والأمر الأخير يجب أن يتم التأكد بإزالة شديدة للدم لهذا عملية تصويت الدم شديدة جدا في اليهودية وبعض الأجزاء مثل الكبد يتم تمليحها حتى يتم التأكد بشكل يقيني من إزالة الدم إذن هذا الموضوع العام لليهودي أنا راح أختصر بعدين أقول أني باليهودي إذن يوجد أشكال حيوان كاشير حلال حيوانات يعني غير كاشير ويوجد أصلا الألبام هي مسموح أكلها ويوجد أشياء تسمى المحايدة مثل الألبان الألبان هي محايدة بمعنى يجوز أكلها في كل الظروف وبكل الأشياء هذا هو الصورة العامة لآلية الطعام في اليهودية وفيما بعد في حلقات قادمة سوف نتحدث عن تفسيرات وتبريرات العقادية في اليهودية لماذا هذه المنظومة العقادية حقا اليوم التات وشكرا جزيلا إلى اللقاء دمتم بخير اشتركوا في القناة